بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلنا وبه نستعين مرة أخرى نعزي أنفسنا والشعب العراقي على كل الضحايا الذين ذهبوا خلال الفترة الماضية فإنا لله وإنا إليه راجعون إخواني الوضع حساس وضع مو بسيط الوضع حساس وبيه متضادات كثيرة وعلينا أن نجد طريقنا أو أسلم الطرق لتجاوز هذه الأزمة ما يحصل هو كبير وكبير جدا أكبر من أي دولة من دول المنطقة هو كبير يعني ب لا دولة عظمى قادرة أن بمفردها تسيطر أو تحدد الاتجاهات لا أمريكا ولا أوروبا ولا دول المنطقة ولا إيران ولا إحنا أكو شيء يحصل كبير جزء من ما سيجري قد يستطيع السيطرة عليه وكثير مما يجري قد يكون خارج قدراته وخارج إيرادته علينا أن نفهم هذا الوضع لأننا دائما يقال أن لو تسوون كذا لو سوون كذا لو تعملون كذا نعمل كل هذا نعمله لكن هل كل الأطراف تعمل معاك وتنجح الحال؟ ليس كل الأطراف تعمل معاك أنت قد تسوي واجبك لكن هل الطرف الآخر يرضى بها مهما كان ذاك الطرف قد لا يرى هذا الطرف الآخر مناسبة أو تعادل ما يطلب من أدنى سواء كان طرف داخلي أو خارجي فالأوضاع معقدة بهذا الشكل وتراكمت بشكل واسع خلال الفترة الماضية كثيرا أنا شرحت شرح وافي وأعتقدت أن حاولت أن أضع الكلمات بكل إخلاص ودقة في أولا دعوة مجلس النواب لجلسة استثنائية وثانيا لكل التطورات التي قادت إلى ما نحن عليه بكل إخلاص بكل موضوعية حاولت أن أضع الأمور بغض النظر عن كيف هذا سيفهم الكلام أو ذاك سيفهم الكلام نحن رغبتنا نحمي سيادة العراق وندافع عن مصالح العراق ونجلب الأمن والسلام لشعبنا وللمنطقة يعني هذه أمنية كبيرة هدف كبير ممكن الإنسان أن يذهب إلى أهداف أخرى بسيطة محلية تتناول بلد واحد أو تتناول مرحلة واحدة لكن أن يذهب إلى مسألة تتعلق بالسلم العام والأمن العام وإبعاد شبح الحرب وإبعاد شبح التدخل في شؤوننا هذه ليس مسألة عادية وبسيطة خصوصا لما يتعلق الأمر بأطراف خارج إرادتك بأطراف هي لها أجندات لها سياسات لها مواقف لها توقيتات عندها خطط لا تشاور أنت فيها وبالتالي تشوف نفسك أنت تدفع أثمانها أنت تدفع أثمانها عندما جاءت الحكومة كما ذكرت كان لنا موقف متوازن البعض سموه مسك العصا من الوسط نحن لم نمسك العصا من الوسط كنا نتبع سياسة إيجابية مع الجميع ونرفض الدخول في محاور سواء لمعادات هذا الطرف أو ذاك أو سواء لمعاقبة هذا الطرف أو ذاك هذه السياسة مكلفة وصعبة وكل طرف يريد منك أن تتبع سياسة فقط لما يرى هو مناسب وهذا غير ممكن كل سياسة مستقلة لابد أن تتبع نوع من الاستقلالية اليحفظ أساسا وأولا مصالح الشعب العراقي والمصالح الوطنية العليا هذا ما حاولنا أن نسويه ذلك أقول أن حجم الأزمة يجوز أكبر من المنطقة نفسها فلذلك وضعنا حرج وحساس لن أسرد التفاصيل أصبحت معروفة وأيضا في الكلمة بينا يوم بيوم أسبوع بأسبوع التراكمات والتطورات التي وصلتنا إلى الوضع الحالي الآن وصلنا إلى نقطة مسألة وجود القوات الأجنبية في العرق كيف نتعامل مع هذه النقطة أو وجود الفصائل المسلحة خارج انضباط الدولة كيف نتعامل معها هذه المسألتين أساسيتين دول الجوار أيضا كيف نتعاون في هذا الملف حقيقة ما اقترحنا إحنا من توصيات إلى مجلس النواب في انسحاب القوات هو المخرج الوحيد ما عندنا مخارج كثيرة إذا بقت القوات تقول أنا أحمي نفسي أنا لم أعد أثق بقدرة الحكومة العراقية على حمايتنا فإذا ما عند قبول لحماية الدولة العراقية طيب إذن ستكون هناك قرارات مستقلة عن إرادة الدولة العراقية اللي حدث أيضا من اختيالات وغيرها فجر حالة شعبية وشفتوها تقول إحنا لا نرضى بقاء هذه القوات هذه القوات يجب أن تخرج لم يعد هناك من مخرج حقيقة للتهدئة ولضبط الأوضاع غير هذا المخرج لذلك الآن مجلس النواب صوت رئيس الوزراء قال أنا مؤيد لهذا المقترح وأوصي به لأن ما عندي غير مخرج الحكومة حكومة تصريف أمور يومية وتحتاج أن تكسب الثقة تحتاج أن تسترد الثقة حتى تقدر تفتح المسارات الجديدة وإلا كما ذكرت في بداية التقدمة الأمور كلها من خارجنا تأتي وأحنا غير قادرين على ما سكها تماماً أحنا في وضع حقيقة أبداً يعني الاتجاهات المختلفة تدفعنا في طريق تصادمي على الحكومة أن تتخذ قرار تاريخي على رئيس الوزراء قاد عام قوات مسلحة أن يتخذ قرار تاريخي وإلا لن نعيد الجدية لشيء لا مع شعبنا ولا مع الآخرين سواء جيراننا أو البلدان البعيدة كما ذكرت في كلمتي أحنا بحاجة إلى تصحيح هذه المسارات ومشروع الانسحاب ليس مشروع لم يطرح في العراق ولا العراق يقول أنا أردعيش دائماً مع قوات أجنبية أحنا كان عدنا اتفاقية انسحاب وانتهت في 2011 وعشنا فترة من 2011 إلى 2014 بدون قوات أجنبية الآن يقولون لكن داعش جدي صحيح لكن داعش اليوم أضعف بكثير مما كانت عليه وكان خطه آنذاك تصاعدي واليوم القوة التي تولدت في البلد أصبحت أيضاً قوة كبيرة فإما وجود القوات لمحاربة داعش وهو الأساس للاتفاق بيننا وبين الأطراف الأجنبية وللتدريب القوات هذه المهمة أصبحت أخذت بعد آخر لها علاقة بالصراع الإيراني الأمريكي لها علاقة بحماية قوات فأصبحت هناك أهداف أخرى لذلك أنا أقول من باب العقل والمنطق والمقبولية ما كو مخرج أدنى غير هذا المخرج وإلا نساعد على التصادم ونسرع بالتصادم خلاف ما يعتقد علينا أن نفهم الجميع أننا نحن لا نفرد نواية عدوانية ضد أحد نحن نريد إدامة العلاقات الإيجابية مع الجميع وأيضاً كنا صريحين في كلمتنا وذكرنا هذا الأمر فهذا أمر مهم جداً والآن نتلقى اتصالات يعني في كل يوم عشرات الاتصالات من زعماء الدول يسئلون عن المواقف وأشياء وعندما نسألهم أنتو شنو رؤيتكم وخطتكم يعني هم مهمين يقولوا نحن ما نعرف بالضبط شي يصير خلونا نشاور يعني عدهم داخليا نحن همين الآن يجب أن نتشاور ونصل إلى الطرق أفضل الطرق لتنفيذ قرار الانسحاب بدون الإضرار ببلدنا والعراق بلد مظلوم حارب نيابة عن العالم وأعتقد أي تهديد لأمن العراق أو إضعاف الدولة العراقية حقيقة سيكون مؤذي لجميع دول المنطقة بل مؤذي للعالم لأن كل عوامل التصادم خصوصاً من الجماعات الإرهاية الانسحابية قد تكون قائمة ولا يوجد محور ممكن أن ينظم الحالة في العراق إلا بقوة الدولة العراقية وقوة الحكومة العراقية فعلى جميع الأطراف أن تعمل على تقوية الحكومة العراقية وأحنا في نهاية كلمتنا في أمام مجلس النواب عجلنا وسارعنا وطلبنا من إخواننا أن يسارعون باختيار رئيس وزراء وتشكيل الحكومة حتى لا تبقى الحكومة بهذا الشكل بالأمس استلمنا رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب ثم هذه الرسالة بعد أربع خمس ساعات قيل أنها كانت خطأ قيل أنها كانت خطأ الرسالة تشير بوضوح الانسحاب من العراق وأحنا أرسلناها فورا إلى وزير الخارجية إلى سفيرنا في واشنطن إلى بقية الأطراف حتى لا تبدو حتى لا تستغل وهذه الأطراف تفسر الحركة العسكرية القائمة كأنما نشاط لزيادة عدد القوات وقد يراها البعض بالضد من عملية الانسحاب ويبدون بالتعرض إلى هذه القوات بالعكس كنا نرى أن الأمر بهذا الشكل يهدئ الخواطر ويهدئ ويطمئن أن الحكومة سائرة في الطريق الصحيح لكن عندما يحصل مثل هذا الشيء اللي يسموه خطأ مستيك نحن هنا بالعراق نطلب صحة صدور زين عند الساعات مثلا من نسمع من السيد وزير دي فعنا كانت خطأ مثلا طيب بالمرات القادمة شون نصرف إذا أجانا طلب مثلا شون نقولهم هذا أوتنتيك هذا صحيح مو صحيح إذا تأخرنا قالوا تأخرته زين فمثل هذه الأمور خصوصا خصوصا لما جاء الطلب في الساعة الثامنة تقريبا الترجمة العربية في فقرة من الفقرات كانت بالضد من ما موجود في اللغة الأجنبية بالضد هي كان يراد بها التطمئ أن هذا الحركة مع الطائرات وهذه الحركة مع العجلات هدفها التموضع إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد تعابير جدا واضحة زين هدفها التموضع جتنا هاي النسخة أولا اللي هاي النسخة مواقعة من ويليام سيلي عميد في قوات المشات البحرية الأميركية المارينز العميد الأمر قوات مهام العراق ها رسميا مع المشتركة في السياق الطبيعي في السياق المشترك ليس يعني جانبية فمن قلنا لهم هذه الترجمة العربية تختلف عن الترجمة الإنجليزي رجعوا دا زون النسخة أخرى حربية تتطابق الترجمة مع الإنجليزي المسألة مو فرد ورقة وقعت من الفوتوكوبيير زين أو شيء إجاب الصدفة قالوا مثلا هذا كان درافت جي درافت بس هذا وصلنا احنا كدولة كيف نصرف نفهم فخل تجي رسالة أخرى توضح حتى نقدر نوضح الشعبنا أيضا أو احنا تتضح إن الصورة إما الكلام يصير مساجلات بالإعلام ما نعرف صحيحة وما نعرف خطأة هذا اللي اشتكينا منا في المرة السابقة هذا ما قلنا يا إخوان خل نصرف بثقة إذا أنا ما أثق بيك وأنت ما تثق بيه ما نقدر نمشي أنا أتكلم كحكومة ما أتكلم كشخص كمواطنة مسؤوليتي الحكومية أمام شعبي وأمامكم أمام مجلس النواب هو أن نكون واضحين فيما نتكلم عنه إما إذا مرة أنا أخذ خطاب بجدية ومرة أخذ الخطاب لا هذا كان مجاملة من يقرر هذا الأمر يقرر مثلا رد الفعل ما نقدر نتحرك برد الفعل ننطيكم أشياء واضحة قدر ما نقدر تنطونا أشياء واضحة قدر ما نقدر أنت تقولون هاي العملية قام بها الطرف الفلاني وبالتالي إحنا لح نضرب طيب انطونا أدل انطونا شواهد يقول لا إحنا ما نقدر ننطي هاي المسائل طيب شوان أنا أقدر أتعامل وإلا العلاقة بيناتنا ما تاخد طابع العلاقة الندية الندية بين بلدين مستقلين تبدي تاخد طابع آخر وهذا ما لا نستطيع أي واحد من عندنا ما يستطيع الدفاع عنها مهما كانت توجهاتنا الفكرية أو خياراتنا كيف يجب على العراق أن يعمل هذا جانب أول وإن شاء الله نكون بمستوى ونقدر نحل بأفضل الطرق ونوصل إلى نتائج مطلوبة الجانب الثاني داخلي الجانب الثاني داخلي نعم مجلس النواب كانت جلسة ما حضرتها قوى أساسية مثل التحالف الكودستاني اتحاد القوى وهذا كان نقص وأنا ذكرت أمام المجلس ترددت في المجيء بسبب هذا النقص وخليت أخير نفسي بين مسألة الحرب والسلام وبين مسألة الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية يجب أن نعالجها ومو صحيح فقط أن اللوم إخوانا لمن ما حضروا قد تكون لهم أسباب ضغوطات تخليها على جانب الضغوطات صارت على الجميع علينا عليها صار الضغوطات على الجميع لكن هناك تقديرات أنا أحترم الشركاء في الوطن أن بالأخير يختارون ما يجب أن يختاروا من رؤى صحيحة أي شكوى تأتي من أي مكون مكون أفراد أحزاب مو مشكلة لأن الشكاوى في المكونات الداخلية كثيرة لكن عندما يشتكي مكون نحن نريد هذه المسارات تمشي بدون المكونات الأخرى علينا أن نجلس مع إخوانا شركائنا في الوطن الأخطاء الصارت بحقهم نعالجها الأخطاء اللي تصير بحق الطرف الآخر نعالجها ونتفهم المطالب المحلية أو المطالب المكوناتية حتى نقدر نمشي في هذا المشروع الكبير والكل مطمئن مو أني ألجأ هذا الطرف يلجأ مثلا إلى حماية إيرانية وذاك يلجأ إلى حماية تركية والثالث إلى حماية سعودية ورابع إلى حماية أمريكية وخامس إلى حماية روسية لا إذا أحنا بيناتنا ما نحمي بعضنا البعض الآخر من الصعب جدا السير قدما في مشاريع كبيرة كهذه هذه مسألة جدية وأنا أقول لكم قد تكون أهم وأصعب من المسألة الأولى إذا ردنا نعقدها وسهلة جدا سهلة جدا إذا صفت قلوبنا وشفنا الأمور بعقلانية وأحب لي أخيك ما تحب لي نفسك مو تحب نفسك أكثر ما تحب لي أخيك أو تحرم أخاك من المسؤولية أو من الحقوق أو من الصلاحيات أو بأي شكل كان داعش اتخذت من بعض المناطق حواضن يجب عدم الخلط بين داعش وسكان المنطقة أعمال متطرفة تأتي من مناطق أخرى في كردستان أكو وضع آخر علينا أن نفهم هذه المسائل إذا ما نفهمها بشكل جيد وأعتقد سهل فهمها يا إخوان ليس صعب فهمها نقدر حقيقة ندرع عن بلدنا مخاطر كثيرة ونقدر نعيش بدون أن أحد من أدني يطلب حمايات خارجية وإنما نحمي بعضنا البعض الآخر هذا هو الطريق الذي أنا أشوفه وأعتقد علينا أن نعمل بجد في كل هذه المسائل أشكركم على الاستماع إلى هذه القضايا